موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نحييكم في كل مكان إلى عدد جديد من برنامجكم الجامعية للسري جامعة التكوين المتواصل وعند محطة أخرى من رحاب الجامعة إذن موضوعنا لهذا العدد سيدور حول التهيئة السياحية في الجزائر تساهم السياحة في تنمية الاقتصادية بنسبة كبيرة وعذا من حيث زيادة حجم الإرادات وتحسين وضعية ميزان المتفوعات وتوفير مناصب لشغل وبما أن السياحة تركز على جودة الخدمات من حيث الفندقة والإطعام ومرافقة السواح وغيرها فإن الجامعة الجزائرية بمعاهدها كذلك في الميدان السياحي تعمل على تكوين وتقديم تكوين نوعي يتماشى مع ما يطلبه سوق العمل في هذا المجال وهذا ما يندرج ضمن التهيئة السياحية في الجزائر ومن الأهداف المرجوة كذلك جعل الجزائر وجهة سياحية عالمية اعتمادا على المميزات الطبيعية والمورثات الأثرية والصحراوية التي تسخر بها فكيف يتم تطبيق استراتيجيات جديدة ومحكمة لتهيئة وترقية السياحة في الجزائر اعتمادا على مناهج حديثة وللحديث وإثراء هذا الموضوع نتشرف باستقبال الضيوف يحضر معنا السيدة دكتور حسن حميدة وهو رئيس تخصص القانون البيئي جامعة البوليد اثنين علي الأونيسي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم كما نستقبل كذلك الدكتور السيد رزاز محمد عبد الصمد ورئيس قسم التهيئة العمرانية بجامعة هوري بومدين أهلا بك سيدي شكرا كما نستقبل كذلك السيد الأستاذ شباه محمد وهو أستاذ في التسويق السياحي بالمركز الجامعية بازا مورسلي عبد الله أهلا وسهلا بكم شكرا أهلا إذا نستهل الحديث مع السيدة رزاز فيما يتعلق بالتكوين في المجال السياحي اليوم الجامعة كذلك تعمل على تكوين إطارات لبأس بها في المجال السياحي من أجل تسيير المشاءات السياحية في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أولا ببدأ نشكر تلفزيون جامعة التكوين المتواصل على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا البرنامج المنير بالنسبة للتكوين في مجال التهيئة السياحية في الجزائر فهو تكوين حديث نوعا ما فبالنسبة للتهيئة السياحية من أجل تطوير وترقية النشاط السياحي في الجزائر طبعا من أجل خلق صناعة سياحية من أجل خلق صناعة بديلة لقطاع المحروقات طبعا لديه شقين أولا هناك تكوين في مجال التهيئة السياحية المجالية تهيئة المجالات السياحية وهنا طبعا التكوين يكون في الجامعات الأكاديمية الجزائرية وأول مصر والحمد لله رب العالمين في مجال التهيئة السياحية تأسس في جامعة هواري بمدير العلوم التكنولوجية فوفقنا الله سبحانه وتعالى أن أسسنا مصر بعنوان التهيئة السياحية والتنمية المستدامة كذلك إخواننا لنا إخوان في جامعة قسنطينة أيضا هم أيضا أسسوا مصر بعنوان سياحة وباتريمون وتراث سياحة وتراث ثم بعد طبعا العمل الجبار الذي قامت به وزارة التعليم العالي والباث العلمي من أجل والموافقة بين شهادات الليسانسة المصر الوطني وشهادات المصر المصر الوطني تم في الأخير تعديل بعض التسميات لكل برامج المصر المصر الوطني بما فيها المصر الذي أسسناه وهو المصر أصبح يسمى الآن بتهيئة سياحية وتراث هذا بالنسبة للتكوين في إطار التهيئة السياحية ماذا نقصد بالتكوين إطارات في هذا المصر في عدة كذلك في عدة جوالب بالنسبة لا نتطلق الآن إلى تفاصيل التكوين في هذا المصر لكن هناك جانب آخر في التكوين الذي يرافق مخططات التهيئة السياحية التي هي ضرورية من أجل تطوير السياحة هناك تكوين في إطار الفندقة والإطعام في الجزائر والحمد لله رب العالمين الآن نمتلك عدة مؤسسات جامعية ومدارس عليا لتكوين في إطار الفندقة والإطعام أولها المدرسة العليا للفندقة والسياحة بالأوراسي كذلك المدرسة الحديثة التي بالشراكة في تسيير بين سويسرا والجزائر وهو المدرسة العليا للسياحة والفندقة الموجودة في عين بنيان كذلك لدينا مدرسة التكوين في الفندقة والسياحة في تيزيو الزوج تكون المهندسين أو التكنيسيا سيبرير في الفندقة والإطعام أيضا كذلك معهد بوسعدة الذي يخرج التقنيين في الفندقة والإطعام كذلك حديثا هناك معهد في قمسان ومعهد آخر في بومردس هذه المعهد كلها تسهم في تكوين كواضر والأعوان والإطارات في الفندقة والإطعام هذا بصفة عامة الفعلية هذا هو الأساس التكوين إيجابي ومهم جدا خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات النوعية للسواح واستقبالهم سواء في السواح هنا في الجزائر أو الذين يأتون من الخارج فالتكوين للإطارات شيء مهم جدا كذلك نتكلم عن جانب التسويق مع سيد محمد حتى السياحة اليوم أصبحت تعتمد كثيرا على العملية التسويقية من أجل استقطاب هؤلاء السواح وإعطاءهم وتقديم خدمات في القمة لهم حتى يعني حتى يتم اكتسابهم إن صح التعبير فهناك بعض الأليات التي اليوم الجامعة تعتمد عليها من أجل تكوين هؤلاء الإطارات فيما يتعلق بتخصص هو التسويق السياحي شكرا بسم الله بسم الله الرحيم الحمد لله والسلام والرسول الله بداية نشكر الأخ مروان على هذه الاستضار سعداء بلقاء الأساتذة المحترمين للمجرم تحية وكذلك للمشاهدين الكرام والله لما ذكرت أنت في مجال تخصص تعنا وفي المركز الجامعة تي بازا عدنا تخصص هذا لتوافق مع خصوصية المنطقة ولهذا في المركز الجامعة تي بازا عدنا تخصص لما ذكروا الزميل وهو تسويق سياحي وفندقي سنة أولى مصدر هذا كان سنة أولى مصدر وسنة ثانية هذه السنة يتخرجوا أول دفعة لهذا التخصص وبالتالي كان اهتمامات في الجهن التكويني العالي بينما كما ذكر الزميل ثاني كان معاهد التكوين السياحي وفندقي التي تدخل في إطار التكوين أما بالنسبة للتكوين العالي موجود في تخصص مصدر وممكن إن شاء الله سنة المقبلة إن شاء الله يكون فيها في الدم وما إلى ذلك بداية لما نعرف التسويق الكثير من الناس يخطئ لما يقول تسويق هو مباشرة يتكلم على الإعلان أو على الترويج هذا خطأ ولهذا من هذا المنبر نعطي مثلا توضيحات في هذا الجنب تسويق هو عبارة عن أنشطة أو أساليب لما نكرم على تسويق سياحي تهدف إلى دراسة وتلبية حاجات السوح هذا هو تسويق وبالتالي هو عبارة عن عدة أنشطة متسلسلة متكاملة في مدينها وبالتالي يجتمل على أنشطة تتعلق بالخدمة في حد ذاتها بالتسعير بالتوزيع بالترويج بالعنصر البشري أو لهم مقدمي الخدمة في المؤسسات أو المنشآت السياحية كذلك بالعمليات التي تتم بها هذه الخدمات السياحية وبالإضافة إلى ذلك الخدمات أو المحيط المادي المرافق للخدمة سواء يكون منتجة سياحية أو معلم أثر لأن طبيعة الخدمة ومن خصائص الخدمة عدم الملموسية لأن الخدمة في التعريف تها هي عبارة عن منفعة يحصل عليها مثلا السائح هذه المنفعة حتى تكون بشكل ملموس وبالتالي يضاف إليها العنصر المادي الذي يصاحب إلى عملية تقديم الخدمة هذا بصفة عامة هذا هو التسويق حتى نوضح صورته وبالتالي الإعلان أو الترويج هو عنصر من عناصر المزيج التسويقي فقط أكيد فيه كذلك مع الأستاذ دكتور حسن اليوم كذلك حتى القانون يدخل بطبيعة الحال في كل المجالات فيه قوانين تنظيمية من أجل تنظيم هذا المجال سواء بالنسبة للطلبة اليوم يتمدرسون ويتعلمون كيفية تسيير المشاءات السياحية وكيفية كذلك إرساء بعض المفاهيم القانونية من أجل على سبيل المثال فتح المجالات للمستثمرين في هذا المجال نعم شكرا سيد مروان أولا نتشرف اليوم بحضور هذه المائدة المستديرة ممثلا عن جامعة البوليدا 2 لمناقشة موضوع التهيئة السياحية في الجزائر من خلال حصة جامعة التكوين المتواصل التي لها جزيل الشكر لاستضافتنا ولاختيارها الموضوع الحساس وموضوع اليوم وموضوع الساعة بالنسبة للتكوين القانوني ربما الأستاذ الكرام نتفضل حول تكوين في مجال تسويق السياحي أو في مجال التهيئة السياحية نحن أيضا في المجال القانوني نكون طالباتنا على مستوى المستير وعلى مستوى الدكتورة في شكل مقييس يعني ما عندنا شيء لحد الساعة تخصص خاص بالجانب السياحي وإن كان في الملتقى الأخير الذي تم عقده في جامعة البوليدا 2 حول العمل السياحي قد صرح السيد رئيس الجامعة بإنشاء وإحداث تخصص خاص في هذا المجال يتعلق بالجانب السياحي نعم يجمع بين العلم الاجتماع وبين القانون إلا أنه اليوم نحن ندرس مقياس خاص بالتشريع السياحي نعرف من خلاله للطلبة طلبة المستر والدكتورة ماذا يحتوي هذا المنظومة القانونية متعلقة بالسياحة لطبعا دفع المصار هذا المشروع هذا المشروع اقتصادي لأن السياحة بحد ذاتها ننظر نحن لها من من ثلاثة جوانب جانب اقتصادي كونه قطاع انتاجي جانب اجتماعي كونه يرتبط بالجانب الثقافي والحضاري وايضا الجانب البيئي لاننا الآن سياحة نتكلم اليوم حول السياحة المستدامة سياحة مستدامة او تنمية السياحة المستدامة كما جاء في نص القانون ولذا كان من الضروري ان ندرس هذا الموضوع انطلاقا من القوانين كما ذكرتم التي صدرت في المنظومة القانونية الجزائرية حول السياحة وهذا نقدر نقول انطلاقا كانت انطلاقا جدة وصريحة للإرادة السياسية منذ 2003 بصدور قانون قمصف 3-1 المتعلق بتنمية المستدامة للسياحة السياحة اكيد في كذلك مع سيد رزازة تهياء الأمرانية تعتمد على عدة رأك أركائز أقول وبعض الأليات التي يجب تتسيدها ويجب احترامها حتى يتطور هذا المجال وحتى ممكن تكون عدة فرص لهؤلاء الطلبة خارجوا الجامعة من أجل الاشتغال في منشآت وهذا هو الهدف في منشآت سياحية ومنتجعات سياحية وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه الجامعة اليوم نعم بالنسبة لجامعة هوربو مديا جغرافيا والتهيئة العمانية وخصيصا قسم الجغرافيا والتهيئة العمانية فبالنسبة لبرنامج ماستر في الجغرافيا والتهيئة السياحية أو تهيئة السياحية ماستر تهيئة السياحية هذا الماستر هذا البرنامج يعني يتكون أو يشمل عدة مواد هذه المواد كانت صممناها والحمد لله رب العالمين يعني بتكامل بنظرة تكاملية بنظرة شمولية يدرس الطالب التهيئة السياحية من الجانب القانوني من الجانب الاقتصادي من الجانب التسويقي من جانب حماية البيئة من جانب التنمية المستدامة من الجانب الاجتماعي من الجانب الحفاظ على الهوية والتراث وإلى آخره من جانب التراث العمراني الباتريمون الجيريا إذن من جانب مقومات التهيئة السياحية الوطنية والعالمية فهو تكوين شامل وكامل لكل ما يتعلق بالتهيئة السياحية لماذا؟ لكيف الأخير الطالب الذي يدرس هذا التخصص في الأخير يخرجنا بدراسة مخطط تهيئة سياحية شامل وكامل يرعي كل الجوانب. الجوانب القانونية الاقتصادية الترفية إلى آخر يعني استثمار أو استغلال كل المقاومات السياحية من أجل خلق صناعة سياحية وفي الأخير من أجل خلق من خلق الجزائر كوجهة سياحية. كذلك لم نكتفي بالتكويف المصر. أيضا الحمد لله وفقنا إلى إنشاء الدكتوراه. والآن الذين ست طلبة نجحوا في برنامج دكتوراه في التهيئة السياحية المستدامة للمجال. وهؤلاء الطلبات الدكتوراه إن شاء الله في المستقبل سوف يصبحون إطارات وضكاترة يسهمون في تكوين إطارات التهيئة السياحية بالنسبة للجزائر. وهذا التخصص الذي عملناه في جامعة هورب ومدل العلوم والتكنولوجيا نهدف به أساسا إلى دعم الدولة الجزائرية والدعم الجزائر بالمختصين بإطارات المختصة في التهيئة السياحية خاصة في الجريدة الرسمية في تسليم مشاريع التهيئة السياحية أو مخططات إنجاز مخططات التهيئة السياحية لمختصين. يقول لك يجب أن يكون المهندس مختصا في التهيئة السياحية لكي يستلم مشروع إنجاز بلونضا من نجمه توليسيك. والحمد لله رب العالمي. أول دفعة كانت في سنة جوال 2017. أول دفعة على المستوى الوطني بالنسبة للمتحصرين على مصر في التهيئة السياحية والتنمية المستدمة بالنسبة للجزائر. هذه الإطارات التي نكونها أولا من أجل أن تسهم في ميدان المخططين والمهيئين للمواقع السياحية. نحن الحمد لله في الجزائر نمتلك لحد الآن بالتشريع القانوني 202 زست منطقة توسع ومواقع سياحية. ولكن الجزائر بفرائها وتنوع مقوماتها الطبيعية أو مقوم تراثها المادي والمادي الطبيعي والبشري. المفترض أنه لدينا أكثر من 300 موقع سياحي. على الأقل هذا على الأقل. وبالتالي كيف أننا نهيئ كل هذه المواقع السياحية نهيئها ونزودها بمخططات تهيئة سياحية. من أجل ماذا؟ من أجل استقطاب الاستثمار لأنه خاصة في الأيام الماضية القليلة. اجتمع السيد معالي وزير السياحة بالمدرأة التنفيذية لـ 48 يولاية. وفي الأخير خرجوا بأن هناك 900 مشروع سياحي متوقف. مشروع استثماري. لماذا هذه 900 مشروع استثماري متوقفة؟ إذن نحن الآن بالنسبة للعقار السياحي المفوض أنه لا يوجد مشكلة في العقار السياحي. مدام عنا على الأقل موجود 220 موقع سياحي. وبتالي. إذن الآن الهدف المهمة هو أولا. خلق أو صناعة مخططات تهيئة السياحية لما تبقى. والشيء الذي تبقى. أغلبية مواقع تهيئة السياحية مازال لم تغطى بمخططات تهيئة السياحية. إذن نحن هذه الإطارات هم الذين يسعون إلى إنجاز هذه مخططات تهيئة السياحية. للسماح للمستطمئين في إقتراء السياحي بإنجاز مشاريعهم. سواء مركبات فندقية أو فنادق أو مطاعم أو تجهيزات التي تدخل ضمن تشجيع وتطوير النشاط السياحي في الجزائر. من أجل خلق صناعة سياحية بديلة للقطاع المحروقات التي تسهم في إثراء وتسهم في تحقيق التنمية المحلية الإقليمية وحتى الوطنية. وهذا هو الهدف مع سيد محمد فيما يتعلق كذلك بتحضير العنصر البشري لهذه المشآت السياحية. فيه كذلك تكوين من أجل تجهيز هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم وبعد التحقهم بسوق الشغل. فيه عدة تقنيات اليوم تعتمد عليها مناهج التكوين فيما يتعلق بالتسويق السياحي. وأنتم قد بادرتم وروات كذلك في هذا المجال. بحكم أن هذا التخصص جديد يدرس في المجال السياحي. صحيح. كما ذكرت خاصة التسويق في الجزائر الكثير من المؤسسة بصفة عامة ليس فقط السياحية. حتى وين شفناها قليلة جدا. الاعتماد على أسليب تسويقية قليل جدا. وبالتالي هو يرى عنصر مهم جدا في أغلب الشركات العالمية. وزيد على ذلك خاصة في المجال السياحي. لأنه مجال السياحي لأنه قطاع خدمات فقط. ليس مثلا السلع. لأنه دائما السلع من الموسى تقدر تظهر فيها مثلا لمسات في تغريفك. ولكن في الخدمات السياحية هذا من الصعب أنك تجعل الخدمات السياحية ملموسة أكثر. ومميزة كذلك. حتى يمكن لهذا السائح أن يعود في كل مرة. والجزائر لديها العديد من المقاومات. هي في قلب المغرب العربي. وهي تعتبر بوابة طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. وكبر مساحتها. أكبر بلد في إفريقيا. هذا التنوع التواريس. تنوع الحضاري. تنوع الأقاليم. في الشمال أو الصحراء وكل هذا التنوع. هذا التنوع يؤدي إلى ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة. صناعة السياحة التي هي إعداد وتجهيز المنتوج السياحي. ما هو هذا المنتوج السياحي؟ المنتوج السياح التي كما نعرف في أبرز دول العالم أعطيك مي PlayStation السياحة الثقافية. السياحة الثقافية هي تكون ترابط بين السياحة والثقافة مثلا مهرجان تيمغاد مهرجان جميلة هذا استثمار السياحة نوع الثاني السياحة البيئية وما يتعلق بالمحميات الطبيعية السياحة الطبيعة كذلك السياحة المعالجة بمياه البحر نعم السياحة المركبات الحموية وكل هذه الأهلات موجودة هذه السياحات البحرية الترفيهية السياحة الصحراوية السياحة الاستشفائية مثلا في بعض البلدان بدون ذكر هذه البلدان حتى أن السياحة الإسجفائية ليست تابعة لوزارة الصحة تابعة لوزارة سياحة لأن هذه البلدان أصبحت تتنفس أصبحت عندها فلسفة سياحة في كل مظاهر هذه البلد السياحة موجودة هذا هو اللي نسعى له في هذا الجنب و بالتالي قلنا مثلا التكوين المقدمي أو العاملين في قطاع السياحي عنصر مهم جدا خاصة العنصر البشري لأن الخدمات من خصائصها عدم الملموسية و الخاصية الثانية في الخدمات هي التلازمية يعني لا نقدر نفسه الخدمة عن مقدم الخدمة و بالتالي مقدم الخدمة يلعب دور كبير في إرضاء الزبائن من عدمه و بالتالي يقدر يكون تأثير إيجابي و في نفس الوقت يقدر يكون تأثير سلبي هذا مهم جدا و بعد هذا التأثير إذا كانت في حالة الرضا أو عدم الرضا على هذه الخدمات ستكون النوع آخر الذي هو تبعية الكلمة المنطوقة وهي في word of mouth يعني ما معروفة هذه word of mouth هذه تأثير الكلمة المنطوقة حتى في الوقت الحالي أصبح تستعمل في الأنترنت لأننا نشوفها في التسويق الإلكتروني السياحي مهم بالإضافة إلى ما قال الأستاذ أنه خصف تسويق السياحي لأن المنتج السياحي هو السلعة الوحيدة أو السلعة السياحية هي السلعة الوحيدة التي يأتيها الزبون إليها ثم يعود يعني لا يمكن أن نأخذ السلعة السياحية و نأخذها إلى الخارج نعم هي سلعة موجودة في مكانها يأتيها السلعة إليها ثم يعود وبالتالي العنصر البشري أهم جدا لكيف تبرز هذه السلعة التي موجودة عندك ولا يمكن أن تذهب لمقتنية في بعض الأحيان توجد ربما فندقين إذا تكلمنا عن الجانب الفندقة إذا كان فندق لديه بعض الإمكانات البسيطة وفندق آخر لديه إمكانات كذلك لبأس بها وراقية ولكن إذا كان فيه تعامل غير في الفندق البسيط ربما السائح يذهب إلى الفندق البسيط وهذا باختيار التعامل الجيد مع الزبون مقارنة مع الفندق الذي يتميز بخدمات راقية ولكن في المعاملة يكون متوسط أو أدنى إضافة فقط التكوين هو دائما نركز على التكوين أن هذا الطالب أو هذا الشخص أنه يحصل على شهادة قبلية وبالتالي هذا تكوين قبل قبل التوظيف وبالتالي هذا أمر ضروري يكون مختص ولكن التكوين والتطوير هو عملية مستمرة يعني لا تتوقف عند هذا الحد وبالتالي حتى على جميع خاصة في المجموعات الفندقية العالمية وبالتالي حتى هي تكون عند متابعات لهذا التطوير يعني دائما فيما صار تحسين مستمرة عملية مستمرة حتى بعد التوظيف يعني في عدة دورات تكوينية دائما وهذا إذا اندل على شيء يدور على اهتمام المؤسسة بعلامتها تجارية وبالتالي يعني عنصر البشري عنصر مهم جدا في تقديم صورة المؤسسة العنصر البشري عنصر مهم في تقديم صورة المؤسسة أو العلامة تجارية نعم مع السيد كذلك حسن اليوم نتكلم كذلك على الانفتاح على هذا المجال وعيطاع فرص كذلك للمستثمرين فيه كذلك قوانين عدة قوانين والإزنامة قانونية من أجل فتح الجسر الاستثمار في الجزائر في هذا المجال يعني نريد فقط أن نتعرف على أهم هذه البنود القانونية التي تسمح لهذا المستثمر لكي يستثمر في المجال السياحي بداية إذا تكلمنا عن قانون الإطار اللي ذكرته في السابق هو قانون صيف ثلاثة واحد من بين أهدافه أو إذا جملنا كل أهداف التي وضعها هذا القانون نروح في نفس السياق اللي يتكلم الأستاذ يبحث أو يهدف إلى الجودة السياحية أو التحقيق للجودة السياحية من خلال الأهداف التي وضعها هذا القانون حول ترقية الاستثمار وتطوير الشاركة إدماج مقصد ضمن السوق الدولية للسياحة وفي هذا الإطار فتح قوس مؤخرا فقط كان تم إعداد مذكر التفاهم بين الحكومة الجزائرية وحكومة تونس من أجل استقطاب السواح من الأسواق البعيدة وكان كمرحلة الأولى سيكون السواح من الصين وثم مرحلة ثانية من الهند واليابان وكمرحلة ثالثة من أمريكا وطبعا تم المصادقة على هذه المذكرة في سنة 2016 من أجل الترويج والتسويق السياحي لهؤلاء السواح وعمل شراكة أيضا بين تونس الشقيقة أيضا من بين الأهداف وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية لرفع قدرات الإيواء والاستقبال لأن الإحصائية الآن تشير إلى ضحف هذه الإمكانيات في الإيواء والاستعاب والاستقبال حيث لا يتجاوز حاليا 90 ألف سرير بالنسبة لكل المؤسسات السياحية وهذا قليل مقارنة مع الدول التي تعمل في المجال السياحي مذو زمن بعيد أيضا يهدف القانون إلى تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة للأنشطة السياحية وتلبية حاجات المواطنين وهنا القانون يهدف للسياحة الداخلية يعني حتى المواطن له الحق في أنه يلبى حاجاته السياحية وطموحاته من أجل الاستجماء وأجل التسلية وتكون هنا خدمات لا نفكر فقط في السائح الأجنبي لأن المواطن له الحق أنه يستجمم ويمارس النعم أيضا المساهمة في حماية البيئة وهذا عنصر أو هدف مهم جدا لأنه يرتبط بعنصر الاستدامة وإذا حققنا الاستدامة معنا حققنا الجودة السياحية أيضا تحسين نوعية الخدمات السياحية كهدف وأيضا ترقية وتنمية شغل في الميدان السياحي وتطوير منسجم المتوازن للنشاط السياحية وتثمين التراث السياحي الوطني إذن هذه من خلال الأهداف إذا رحنا للمبادئ التي أرصاها هذا القانون القانون يعتبر تنمية سياحية من قبيل المصلحة العامة وبالتالي تستفيد هذه الخاصية أو هذا المبدأ من دعم الدولة لهذا القطع لأن الفائدة أول هذا كمبدأ أول مبدأ ثاني أنه يجب كمبدأ المحافظة أو الخضوع لمبادئ حماية البيئة لأن السياحة لها سلبياتها ولها آثارها السلبية على الموارد الطبيعية لأن كل مواقع سياحية التي يقصدها السواح هي أثرية أو حتى موارد طبيعية وبالتالي يجب وضع ضوابط ومقييس ومواصفات من أجل السياحة داخل هذه المناطق المبدأ الثالث هو أنه تكون خاضعة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في إطار تهيئة الإقليم والتهيئة العمرانية إذن هذه جملة من الأهداف وجملة من المبادئ التي جاء بها القانون كخطوة أولى نقول من أجل تحقيق سياحة مستدامة وهذا هو الهدف وهذا هو الهدف وبالتالي أيضا القانون وضع آليات قانونية لتنمية السياحية والتهيئة السياحية منها وضع البرامج والمخططات منها دعم التنمية عن طريق الامتيازات الجبائية وأيضا المالية ويتكلم على التسهيلات البنكية بالنسبة للمستثمرين السياحيين وهي أمر مهم وحتى بالنسبة لإقتناء العقارات السياحية وضع أيضا آليات لإقتناء العقار السياحي وأيضا ركزها كنقطة ثالثة على مجال الإعلام والتحسيس وأيضا التكوين يعني التسويق للإسلحة التسويق وأيضا التكوين كنقطة مهمة جدا ورفع من مستوى الكفاءات بوضع مدارس أو مؤسسات تعليمية تابعة الوزارة التعليم العالي أو حتى معمول به اليوم من أجل تكوين إطارات كفاءة ونوعية وتثمين خدمات من أجل تهيئة وتنمية السياحية وهذا هو الأساس والسيد محمد فيه كذلك تقنيات أخرى التي تسويق علاوة على التسويق المباشر فيه كذلك تسويق عبر المواقع الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه عدة تقنيات كذلك يمكن لهذه المؤسسات السياحية الاستعانة بها من أجل تسويق صورة السياحة في الجزائر وأنتم كذلك تعتمدون في منهج التدريسي والتكويني على هذا المجال التسويق الإلكتروني في الوقت الحالي أصبح مهم جدا هذا نقلة نوعية في الجانب التسويقي نعطيه بعض الإحصائيات هذه الإحصائيات تدل على أهمية التسويق الإلكتروني يقال أنه خلال 40 سنة الأولى من استعمال الراديو العوائد المالية من الإعلانات والإشارات في خلال 40 سنة في الراديو قابلتها 15 نفسا للرقم مليار دولار وصلوا في تلفزيون في العالم كافة وصل مليار دولار خلال 10 سنوات فقط بينما لما استعملت الأنترنت وصلوا لهذا الرقم خلال 4 سنوات فقط وبالتالي نرى نقطة أخرى عدد مستعملي الأنترنت في الوقت الحالي يقارب المليارين في العالم إذا نرى نسبة أخرى وهي أكثر من 80% من هذا المستعملي الأنترنت هم ينتسبون على الأقل إلى إحدى شبكات التواصل الاجتماعي الشبكة التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي أصبح دورها مهم جدا وخاصة في تناقل المعلومات ومستقطاب كذلك وبالتالي يجب استغلال من هذا المنبر استغلال خاصة على السياحة الجزيرة إذا أرادت أن تتطور وتنمو بشكل ملحوظ عليها استعمال هذا الجانب استعمال التسويق الإلكتروني خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي أحيانا يطلق عليها التسويق الفيروسي حتى أن المؤسسة تقوم بإعداد برامج أو فيديو قصير أو رسالة إعلانية قصيرة ولكن هي لا تقوم بطريقة تقليدية إعلانية وبالتالي تعتمد على هذا المنتسب لشبكات التواصل الاجتماعي مثلا أنت تشوف هذا الفيديو في ثلاث دقائق بأسلوب شيء وبالتالي أنت من خلال هذا الفيديو المشاهدتك بطريقة أو بأخرى أنت بطريقة مقصودة وبغير مقصودة فأنت تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك وبالتالي ينتقل مثل الفيروس ولهذا تسمي تسويق الفيروسي هذا يستعمل بكثرة وهذه آلية جديدة في التسويق الإلكتروني تعم سبت المشاهدات وترتفع ولهذا نشوف أغلب المؤسسات في الجانب السياحي في الجزائر يعني لا تعتمد على هذه الأسليب نهائيا وبالتالي يفضل أن تعتمد على هذه الأسليب لأنها في الأساس غير مكلفة وعندها فوائد أكثر من الإعلانات يعني لرهي الأخرى عبر الوسائط الأخرى نعم في كذلك ملتقى علمي دولي في المجمع والمركز الجامعي بتيبازا حول صناعة السياحة في الجزائر يمكن فقط لك أن تعطي لي المشاهد الكريم اليوم الذي يتم في هذا الملتقى وهو إيجابي جدا بالنسبة للجامعة وبالنسبة للمجال السياحي هذه الدعوة إلى حضور فعالية هذا الملتقى الدولي العلمي حول صناعة سياحة في الجزائر سبو النجاح وآليات ولهذا نقوم في فترة في 5-6 مارس في المركز الجامعي تيبازا نشكر المدير المركز الجامعي البروفيسور فوضير رابح وكذلك الأستاذ الدكتور زهير بوعمامة على إعطاء تسهيلات بخصوص إقامة هذا الملتقى الدولي العلمي لهو يساهم في إذا كانت عندنا مشكلات في الجانب السياحي يعني رح يكون له مائدة مستديرة لنقاش حول هذا الملتقى يعني جميع الأطراف الفاعلة في الجانب السياحي رح تكون عندها مساهمة في هذا الملتقى إن شاء الله شكرا شكرا هو إضافة علمية لجميع وهذا هو الهدف شكرا لكم ضيوفي الكرام على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه المعلومات التي قدمتمها في ما يتعلق بموضوع التهيئة السياحية في الجزائر كما نشكر مشاهدين الكرام على طيبية الإصائي والمتابعة إذا نحيل الخط إلى زملائنا في الستوديو لذلكم الحين نلتقي في فرص أخرى السلام عليكم